اشتركوا في القناة اتنين وخمسين بدأ الزباط يلعبوا في كل شيء في التعليم من اول المناعج لحد تعيين المدرسين والاسدزة والجامعات وكل شيء المرضي عنه بس هو اللي ترقى والمرضي عنه لازم يكون افاق منافق بيطبل مطبلاتي وبالتالي ده اللي يترقى ده بقى لا بيطلع اجيال ولا بيعلم حد كانت النتيجة ان بعد ستين سنة انت النهاردة واقف قدام شعب المتعلم فيه جاهل انا بعتذر النسبة الكبيرة يعني جاهلة وبعد ما كنا بنعلم الناس الطب وبعد ما كانت الناس بتيجي تتعلم عندنا في جامعة القاهرة دي او حتى في مدرسنا بقت احنا اصلا نموذج للفشل بقى عندنا الدكتور الفشل والمهندس الافشل وعندنا المحامي اللي بيشتغل كل شيء عندنا كل شيء بس لا الشيء ليه بقى القصة دي لانه العسكر سيطروا على التعليم من سنة اتنين وخمسين من سنة اتنين وخمسين ادرك مجموعة من زباط الجيش جاهلة الحقيقة يعني الحقيقة عشان بس نتفل مع بعض جاهلة ادركوا انك انت عايز تتدمر شعب بوزوا التعليم بتاعهم تعال بقى شوف بعد اتنين وخمسين يعني بعد ستين سنة شفنا ايام عبد الناصر والسادات ومبارك في التلات عصور دول شفنا ان مفيش حد بيتعين في الجامعة استاذ الا بتقارير امنية وتحديدا تقارير مكتب امن الدولة شفنا انه بعد مقتل السادات بالزبط تم عمل حاجة اسمها الحرس الجامعي قبل كده ما كانش فيها الجامعة اي جامعة ما كانش فيه حرس خالص كانت الجامعة دي بابها مفتوح لدرجة ان حد عرفه كانت متخيلة انها لو خرجت من باب الجامعة حد يمسكها ما كانش فيه حرس لكن بعد مقتل السادات تم تعيين حرس وبدأت الشرطة او البوليس يتدخل في الجامعة وبدأ زباط الشرطة يقفوا الصبح كده على الببان ويترسموا بالبدل وهم وقفين شايفين البنات داخلين والزابط ممصمر ايده في جيبه وعمل يتفرج على البنات الوادي الفتج بقى والبنات رايحة جاية عليه ده حصل المشهد ده تحديدا بعد مقتل السادات لكن مش بس الشرطة تحكمت في الدخول والخروج والكرنيات دي كانت مهمتها لا ده كانت كمان التعيين الاسادزة وانا واحد من الناس عصرت مدى تدخل الامن في تعيين اسادز الجامعة ليه 3 4 5 6 20 60 زي ما انت عايز تقول من اسادز الجامعة للنهاردة رؤساء اقسام وعمداء كليات اول اتنقلوا من جامعة الجامعة دول تعيينوا على ايدي بتقرير امنية يعني مكتب امن الدولة يقول موافق على تعيينه لحد كده كانت الحكاية ماشية من ايام عبد الناصر سادات مبارك لكن جاء السيسي بقى عشان يكحالها السيسي الحقيقة بيعمل او عمل حاجة جديدة في التعليم مش هتوصلك لانه مش تعليم لا هتوصل الحكاية الى ان الجامعة دي تبقى مقر لمجموعة طلبة يعني مخصيين امناجية ودول هيطلع منهم اسادزة مخصيين امناجية وبالتالي مفيش تعليم حط السيسي اربع قواعد او اربع قوانين تتحكم في استاذ الجامعة نشوف بقى اول حاجة في الاربع حاجات دول واسمع كده مني وخليك رايق واشرب الشاي وانسى اي حاجة وتفرج على مين يهدرس لابنك تحت عنوان مصالحة كتب الاستاذ مصطفى كامل السيد مصالحة لن تغضب احد ده عنوان مقال هو بيكلمش على المصالحة بين الاخوان والمتاع لا ده عايز مصالحة ما بين رجال التعليم اسادز الجامعة واعضاء الهيئات التدريس وبين الامن تصدق مش مصالحة بين الاخوان والامن لا وان الذين رفعوا السلاح والحاجات دي والارهابيين ده عايز يعمل مصالحة بين الامن وبين اجهزة الجامعة اسمع بيقولي بقى وصل لحد كده بيقولك ايه بيقولك ان تحطى اربع قواعد جديدة في التعليم اول قاعدة بيقول هي اسلوب اختيار القيادات الجامعية من العمداء ورؤساء الجامعات وهو بيقول انا واحد من الناس اللي كاتب السطور ديول كنت مع الفكرة اللي طرحها الاستاذ الدكتور معتز خرشد ايام ما كان وزير تعليم في حكومة الدكتور عصام شرف الحكاية دي كاب تقول ايه علي كاب تقول ببساطة ان تعيين العمداء ورؤساء الجامعات يبقى بالانتخاب هو كان مع النمط ده وبيقول النمط ده او الطريقة دي جابت اسادز جامعة كف منهم هالة السعيد اللي بقت وزير تستمار دلوقتي اذا كانت انتخاباتها هي جواحة اسم المعتز خرشد ربنا في حكومة عصام شرف قال يا جماعة مفيش حاجة اسمها الدولة تعين التعيين العميد ورئيس الجامعة يبقى بالانتخاب من الاسادزة وتمت الحكاية لحد ما جاء السيسي السيسي جعمل بقى بص بقى بيقول لك وازن ان كانت تجربة ناحية جاءت بقرازة الدكتور حسام كامل وبعد الدكتور جابر نصال لعنطلع عليها على رأس جامعة القاهرة وجاءت الدكتور هالة السعيد عميدة الكلة اقتصاد ويشهد الجميع بكفاءة مش عارف ايه القيادات وبيفضل يتكلم وبيقول لك ان الانتخابات دي ما جابتش حد من قيادات الاخوان المسلمين كان ذلك هو ما تخشى اجهزة الام جرى العدول عن اسلوب الانتخابات يعني لغوا الانتخابات في الاخترار القيادات في اعقاب انهاء حكم الاخوان المسلمين واصبح قرار يعني اثناء حكم الاخوان المسلمين لم يأتي رئيس جامعة او عميد كلين الاخوان خلاص واصبح قرار تعيين القيادات الجامعية من رؤساء الجامعات يأتي من السيسي شخصيا الذي امتدت سلطته للمرة الاولى في تاريخ مصر اول مرة رئيس الجمهورية يعين عمداء الكليات لن اجادل هنا النظامين افضل ولكن من الواضح ان تحويل السلطة دي الرئيس الجمهورية يلقي عليه اعباء هو في غنى عنها ولكن من الواضح لذلك تتأخر قرارات تعيين رؤساء الجامعات رغم ارسال تقارير اللجان العلمية التي رتبتهم بحسب درجتهم ووفقهم بالشروط نوقف عن دي دي عالي لحظة واحدة ببساطة كده الجامعة تبعت مجموعة من الاسماء اللي مرضي عنها امنيا خلق مرضي عنها امنيا الجامعة تبعت الاسماء دي لرئيس الجمهورية هو قاعد في البيت يعني الجامعة بعتاله متوافق عليهم امنيا متطمنين لهم معرضين بتوعنا ومع ذلك ومع ذلك تتأخر ايضا قرارات تعيينهم ولذلك تتأخر قرارات تعيين رؤساء الجامعات رغم ارسال تقارير اللجان العلمية التي رتبتهم بحسب درجة وفقهم بالشروط المفروضة ويصل الامر ايضا لعدم قبور رئيس الجمهورية بعض هذه التوصيات من اللجان الجامعية او اختيار من لم يكن على رأس القائمة الموصي بهم يعني السيسي بيبقى قاعد كده بيجي له القائمة لا انا ما قلتش عايز دول يا جماعة انا مش عايز دول خالص انا دول مديئني هم يعرفهمش دول متوفع عليهم امنيا بس مديئني وادى ذلك الى بقاء جامعات وكليات عديدة بدون رؤساء ولا عمداء لسنوات ولكن المهم هنا وانا افترض ان رئيس الجمهورية يتخذ قراره بناء ايضا على توصية اجهزة امنية عديدة اجهزة امنية ولا اظن ان اي من القيادات التي جرى تعيينها لم تكن تحظى بموافقة اجهزة الامن ولذلك بأثور السؤال اذا كانت كل قيادات الجامعة التي جرى تعيينها منذ يونيو 2014 هي من المرضى عنهم امنيا ولا اعتبر ذلك قدحا فيهم ولكن الا يستدعي ذلك ان نسخ فيهم او تسخ فيهم هذه الاجهزة وتترك لهم ادارة الجامعة التي يفترض انها مستقلة دستورية على السلطة التنفيذية واذا ما اهملوا في الوفاء باعتبارات الامن القومي كما تفهمها او تفهمها هذه الاجهزة سيكون بوسعها لاحقا انها تعترض على تجديد تعيينهم او تجيب اخرين بيحلوا محلهم ويحظوا برضاهم ليس هذا والحل كما سيتضح في النقاط التالية ايه بقى دي القاعدة الاولى يبقى القاعدة الاولى الجامعة بترسل اسماء عمداء الكليات ورسال الجامعة لرئاسة الجمهورية رئاسة الجمهورية دول مرضى عنهم دول متوفر فيهم الشروط الامنية والثقة الامنية وكل حاجة ومع ذلك رئاسة الجمهورية بتشوف برضو انها مش مبسوطة من القايمة دي دي اول قاعدة القاعدة التانية اطلع بالقاعدة التانية يا دكتور مصطفى القاعدة التانية والتي جرى ابلاغها لأساس الجامعة انه لا يمكن لهم لأساس الجامعة الالتقاء بشخصيات اجنبية سواء من أساس الجامعة او الصحفيين قبل الحصول على موافقة الاجهزة الامنية فين؟ في الجامعات يعني لما الدكتور حابوشكا عايز يقابل الدكتور من انجلترا او من لندن او من اليابان علي انه يبلغ او ياخد موافقة الاجهزة الامنية اللي فين يا علي اللي في الجامعة اللي جوه الجامعة خليك معايا بس اللي جوه الجامعة احنا لسه جوه الجامعة دلوقتي واذا كان الاستاذ الاجنبي لا يعيش في مصر فانه يجب تقديم طلب الالقاء قبل حضوره الى مصر بشهرين اما اذا كان مقيما بمصر فيكتفي بتقديم الطلب قبلها بشهر هو بيقول بقى انا زورت جامعات واستضفت ناس على عهد الرئيس الاسبخ حسن مبارك وعمري ما اتطلب من الموافقات دي طبعا الجامعة عارفة بوجودهم من خوالهم تحدث اي مشاكل بل خرج هؤلاء الاسازة مصرين بالفرصة اللي يتيح تلقوا من الحوار مع الطلبة واسازة جامعة مصر وحاجاته بيقول ده ما خانش بيحصل يا جماعة مش معقول بيقول لخد التقيت في مكتبي بكلة الاقتصاد بدبلوماسيين بارزين وصفراء وغيره وغيره وايطاليا من غير محصل على موافقات من اجهزة امنية قبل اللقاء بشهور والجامعة كانت تعرف بذلك لانها لابد من اختار السلطة الادارية والان لا يسمح لاي من هذه الشخصيات بدخول الجامعة اصلا وكان هذا الاختار يتم في يوم اللقاء او اليوم السابق عليه لقاء شخصيات علمية ودبلوماسية هو الامر الطبيعي في اي جامعة يفترض ان تكون منارة للحوار العلم الرصين داخل المجتمع اذا سيب اجباء من دي تاني قاعدة القاعدة التالتة هي ضرورة الموافقة دي قاعدة التالتة على حصول الموافقة على الحصول على موافقة اجهزة الامن على اتفاقيات التعاون العلمي بين جامعات مصرية وجهات اجنبية ايا كانت هذه الجهات لاحظوا ان ذلك ينتبق على كل الكليات ما في ذلك الهندسة والعلوم والطب والصيدلة والزراعة والحقوق ليس فقط على كورية الاقتصاد والعلوم السياسية طبعا لا لا يتم الشروع في هذه الانشطة دون موافقة اجهزة الجامعة المختصة سواء على مستوى الكليات او على مستوى الجامعة الجديد بقى الجديد ولكن الجديد في الامر هو اشتراط موافقة اجهزة خارج الجامعة اه يعني الحد حسني مبارك والسادات وغيره كانت الاجهزة مكتب امن الدولة اللي في المينيا اللي في اسماعيلية اللي في القاهرة اللي في ستة اكتوبر لا دا دلوقتي بقى خارج خارج الجامعة يعني فين يعني عنده عنده بس كامل وكأن السيسي ما اكتفاش بس بتاعين عمداء ورسوع الكليات لا دا كمان ما تقابلوش شخصيات غلما احنا نوافق لكم عليها هذه اتنين دا التالتة بقى دا ما تعتقدوش ما تعتقدوش اتفاقيات علمية مع جامعات تانية الا لما تاخدو اذني انا نشوف القاعدة الرابعة والاخيرة اللي بيقولها مصطفى كامل السيد واستاذ جامعة وبتاع علوم سياسية القاعدة الرابعة جديدة بالفعل بيقولك كنا في حالة الصفر لخارج لحضور مؤتمرات علمية نطلب موافقة الجامعة على الصفر كانت الجامعة بتوافق لا توافق فقط على الصفر بس لكن كانت مستعدة كمان لتمويل جانب من نفقات الصفر كان بقى بهدف تقديم بحث علمي وهو اجراء معروف في كل جامعات العالم وفي حالاتي تحديدا تسيبك من دي بقى بيقولك انا ما كنتش بياخد فلوس عشان اسافر وبتاع واني لقاطب من الجامعة المسامرة كانت هذه المفاقات تتم بيسر وان لم تكن تصير اي مشكلة جديدة الجديد في الشهور الاخيرة انه اصبح من المطلوب من كل استاذ جامعي عايز يسافر برا انه يملى استمارة امن من خمس نسخ يعني اتروح لخمس جهات يا اخوان اتعلموا في الحكومة بقى لما يقولك مطلوب نسختين من حاجة يبقى كل نسخة راحة حتة مطلوب خمس نسخ استمارة يملىها الدكتور عشان يسافر بخمس صور وان ينتظر الموافقة الامنية على سفره وبيقول ازعم اني كسير السفر لحضور انشطة علمية في الخارج وذلك منذ عوداتي بعد انتهى دراسة الدكتورة في العام الاخير للرئيس مؤسدات ولم يسبق اطلاقا طلب تقديم مثل هذه الاستمارة حط بقى الاربع خلاط الاربع قواعد واضربهم في بعض في خلاط تعيين الاسازة ورأسات جامعات والعمداء عند السيسي الالتقاء بالشخصيات جاية من برع عند السيسي عقد اي اتفاقات علمية بين الجامعة واي جامعة تانية علمية برع او معد علمي برع عند السيسي ان الدكتور نفسه يسافر يروح سافر يعني رايح يسافر ياخد موافقة السيسي حط الاربع دول ايه بقى النتيجة النتيجة بيقول بالزبط كده الاستاذ الجامعة مصفى كامل السيد النتيجة انك انت هتخرج من تصنيف الجامعات في العالم هو اللي بيقول كده مش هناء لا 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 ايه علي مستعجل على ديه علي النتيجة بقى ما الذي يعنيه كل ذلك رؤساء الجامعات وعمداء الكليات يتنمي لتعيينهم بموافقة اجهزة امنية بيقولك يعني انتو مش واثقين في الناس دي مش واثقين في اللي بتعيينهم حتى يضمنوا اللي يهدي اساذ الجامعة على الامن القومي وما هو مصدر التحديد لهذا الامن بعد ان جرى فصل العديد من اساس الجامعة ممن وردت اسمهم على قيمة الكيانات الارهابية وقعد بقى يتكلم في القصة دي وبيقول يعني هم اساس هم الزباط اكتر وطنية من اساس الجامعة مش معقول وبيتكلم على السفر وفتاعهم مش عالفهم بيجي ويقولك بقى هنا بقى بيقولك بالزبط كده ويمكن ان نتوقع لا يمكن خلاص والى جانب ذلك كله كيف في ظله كل هذه القيود على السفر لحضور مؤتمرات وانشطة علمية والدخول في علاقات تعاونية مع جامعة اجنبية ولقاء اجنب في جامعة القارة يمكن ان نتوقع تحسن ترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية وبعد هذه الانشطة اللي هي السفر وحضور مؤتمرات والانشطة بعد هذه الانشطة هي من معايير هذه التصنيفات وكيف يمكن ان تتحقق دعوة الرئيس لاستخدام فروق للجامعات الاجنبية الشهيرة في مصر وبعدين خاف خاف ما هو بسم الله يعني بسم الله الحفيظ قالك لا اظن ان دعوتي لازالة هذه الجفوة بين اجهزة الامن واساسة الجامعة يمكن ان تغضب احد الا الذين لا يريدون الخير لمصر وازن انه من نافلة القول ان اذكر بانه في عصر الثورة العلمية والتكنولوجية اساسة الجامعات لا يهدون امن الوطن بل هم طليعة التقدم فيه بما ينقلون وبما يولدون من معرفة انا بس عايز اقول لحضراتكم ده تلخيص لفكرة يسقط حكم العسكر ده تلخيص للاستبداد هذا هو تعريف الاستبداد والسيسي ونظامه المستبده قاصد ده بالتحديد كده يطلع عندك استاذ جامعي مش بس بيطبل لا ده اللي مرضي عنه بس هو لا يسافر ده اللي مرضي عنه بس هو لا يترقى ده اللي مرضي عنه بس هو لا يتعايد وبالتالي في نفاق السيسي عشان ده يحصل فليتتنافس المتنافسون كل اساسة الجامعة هتتنافس عشان تلحس نع لجزمة ظابط امن الدولة في اي ناحية اي جامعة كل اساسة الجامعة هيتنافسه عشان يلحسه لمؤاخذة بتاع السيس كل اساسة الجامعة وبالتالي السؤال استاذ الجامعة اللي هيعمل كده هيدرس للطلبة ايه بقى طيب الطالب لما يشوفه الاستاذ بتاعه عامل كده هيبقى الطالب عارف ان سكة النجاح ايه ببساطة انك تطبي انك تنافق انك تبلغ عن زمايلك فين بقى العلم خلص العلم ده او ده تعريف واضح لمعنى دولة الاستبداد اللي هي تجهيل الشعب وبعد كده يطلع بعض المثقفين يقولك الشعب ده هيفضل جاهل طول عمره هو مين اللي جاهله يا رحمك ابراهيم عيسى طالع يتكلم على ان الشعب عنده كمية من العنف وكمية من الغباء على حكاية راموس ومحمد صلاح وكمية مش عارف من الايه ومحمد صلاح ان شاء الله رب ناشفه طيب السؤال لك يا ابراهيم يا عيسى مين اللي جاهل الشعب ده مش نظام عبد الناصر اللي انت كنت واحد من درويشه مين اللي جاهل الشعب ده ومين بيعمل ايضا على تجيل الشعب مش السيسي اللي انت قعدت معاه في حملته الانتخابية وقال لك لنض مش ده هو ليه بقى بتلوموا على جمعة الازهر لماذا تتحم جمعة الازهر بانها بتخرج ارهابيين وتكفريين النظام ده يخرج ايه يخرج ارهابي انا لما بقى في الجامعة وابقى كويس جدا واشوف زميلي اللي بيطبل ويلحز نعى لجزمة الامن بيتعين انا في الاخر هخرج ايه هخرج كافر بالوطن كافر بالانتماء ما ليش اي انتماء لايه حتة وبالتالي حتى ما عنديش شغل هتكون نتيجة طبيعية ان الشاب ده هيبقى ارهابي هيبقى حاجة اتنين اما انه واحد من الدرويف اللي ماشيين ان الدنيا سجن لجسد المؤمن او انه هتحول لواحد كافر بيقطع في الاوتوبيسات او بيدمر او بيفجر نفسه هو ده يا ابراهيم عيسى النتيجة الطبيعية لنظام يوليو اللي حضرتك كنت واحد من درويشه مش بس كده ده السيسي كمان ونظام العسكر بيستبدوا مش بس على التعليم على رجال الاعمال ادي واحد اهو بيطالب رجال الاعمال انهم يتبرعوا بنصف سروتهم اعلام السيسي يبتز رجال الاعمال ويهدد بمصادرة نصف سروتهم في مقال كتبه يوم السبت دع الباز الى عقد مصالحة برضو وطنية ونفسية بين الاغنياء والفقراء بعد تنازل الاسرياء عن نصف سروتهم للفقراء حتى يتوقف الحقد الطبيعي طبق المستشري في البلاد محزنا الاغنياء من ان قصورهم العالية لن تحميهم من غضب الجوعة الذين يعرفون ان غالبيت الاثرياء هم لصوص وفسدين وانتوا ساكتين ليه ليه لما الناس عارفة واقترح بقى محمد الباز ان يتنازل ملياردارات مصر عن نصف سروتهم ليتم انشاء صندوق جديد توجه امواله الى دعم السلع الاساسية والوقود التي سترفع او سترفع الحكومة الدعم عنها خلال ايام المقبلة ده كتب يوم الجمعة تحت عنوان او كتب يتساءل يامل ملياردارات مصر من اين لكم كل هذا مشككا في الزم المالية لرجال الاعمال الاسرياء ومؤكدا انهم كونوا سروتهم عبر التحايل على القانون والتهرب من دفع الدرائب يعني كده انا لو من رجال الاعمال اعمل بلاغ في محمد الباز انه بيتهمهم في شرفهم ولما محمد الباز انت بتقول ان هم كونوا السروات عبر التحايل على القانون والتهرب من دفع الدرائب اذا فين بقى الرقابة الادارية تفني اما بحث الاموال العامة تفني الدرائب انت بس الفريكيكو في الموضوع ورد على التهمات بان دعواته تلك ستمنع المستثمين العمل في مصر قال ان البلاد تمر بازمة اقتصادية حادة تسبب فيها ورجال الاعمال الذين لا يعملون الا المصلحاتهم الخاصة ويجب ان يتحملوا مسئولية مؤكدا انه يتحدث عن حق واضح جدا للشعب في صروات الاسرياء وليس عن تبرعات بالفتاة الفقراء بالفتاة الفقراء اذا نظام العسكر بيصادر التعليم وايضا بيحاول يحط ايده وكما فعل اجداده في الستينات او الخمسينات على صروات رجال الاعمال زي ما عملوا مع العبد باشا ورجال الاعمال اللي كانوا قبل ما انقلاب يوليو نفس القصة بالزبط ده تعريف بسيط لمعنى كلمة الاستبداد ده الحقيقة اختصر ان ده يسقط حكم العسكر اخيرة او كلمة اخيرة احد الكتاب برضو هم عرفوا بوجة السيسي او مزاجه او هوا عامل ازاي فدعا الى ان اعلانات اللي انت بتشوفها كتير في رمضان تبرعوا لجمعية اهل مصر تبرعوا لجمعية السرطان الاطفال تبرعوا للمستشفى طرنطة قالك لا دي زيطة يا معلم طيب ايه بقى حلك يا عبقاري قالك الحل ان كل التبرعات دي تذهب الى صندوق تحيا مصر وسندوق تحيا مصر هو يقوم بتوزيعها على الجمعيات دي وكأن كل الكتاب اللي في عصر السيسي عارفين كويس قوي ازاي يوصلوا لقلب السيسي عن طريق الاستبداد فبيقولولو كمان على خطة يعملها لمصادرة التعليم وساروات رجال الاعمال انا بدفعش على رجال الاعمال وماليش حد فيهم على فكرة خالص خالص بس ده استبداد واذا حصل ده هقف مع رجال الاعمال ده استبداد انت بتقول عليه متهرب من الضرائب دي مشكلتك انت انت بتقول عليه خد ده عن تحايل القانون حزبه لكن تستو على صروته بالطريقة دي الحقيقة وده بقى يتحمل رجال الاعمال اللي دافعوا للسيسي زمان اللي كانوا بيتفرجوا على رجال مكاتب تحويل الاموال اسمعي شركات الصرافة لما كان الجيش بتاع السيسي بينزل يقبض على شركات الصرافة ويقاسم بالنص في الاموال دي ودي حادثة حصلت لأكتر من 25 شركة يعني ينزلوا على الراجل يلاقوا الاموال هناك عملات مختلفة يصدروها ويقولوا يا كده يلبسك قضية اليمدي بينهم حصلت ما كانش فيه في الخزنة حاجة وهم اخدوا الفلوس ومشوا ده نتيجة انهم سكتوا على مصادرة رجال اموال رجال الاعمال اللي اتهم بينهم اخوان او اخوان زي حسن مالك وغيرهم وعبد الرحمن السعودي والناس دي النهاردة بقى جات دور على رجال الاعمال عسان يتهددوا بانهم هيتاخد منهم نص ثروتهم ولو اتاخدت احنا في البرنامج ده هنقف معاهم لان ده ظلم لو عايز طريق صحيح ارجع عن طريق الضرائب اسأل نفسك مين اللي كان مسك الضرائب وازاي سكتوا عليهم اسأل نفسك مين اللي كان مسك ما بحث الاموال عامة وازاي سكت على تكوينهم للصراوات دي حاسب رجال الداخلية والقضاء وكل كان مسؤول وقتها قبل ما تحاسب رجل الاعمال اللي انت بتقول عليه سارع لكن في النهاية ده التعليم ده الاقتصاد ده تلخيص لكلمة يسقط يسقط حكم العسكر نداء خالد ده تعريف كويس جدا لمعنى هذه الجملة اللي دوت في النهاية التحرير واللي كان لازم فعلا نقامن بيها ونشتغل عليه لحد ما يسقط هؤلاء العسكر المجرمين النداء ده هتقوم صورة تانية وهيترد التاني بس بقوة اكبر يسقط يسقط حكم العسكر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر